السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا رب العالمين قال لي أحبك أو قالت لي أحبك طبعا هذه العبارة يمكن أن يستنعها كل الناس في العالم كله إنه أحد يلاقي في الدنيا يحبه وهو يحبه كذا وهذا شي جميل بس خلونا ننتبه من نقطة معينة في فئة من الناس وهي كبيرة صراحة جدا عندهم جرح في الطفولة اللي هو عدم القبول أو الحساس بأنك أنت غير مقبول أهله سووا حاجة معينة وفوه صغير يعني خلوه يحسوا أنه هو مش مقبول فالمسكين يقضي بقية حياته كلها إنه يحاول يبحث عن القبول عند البشر فتلاقي مثلا إذا كان رجال يعني يكشخ دايما ويجيب سيرات فخمة ومدري إيش وإذا البنت نفس الشكل دايما مهتمة في شكلها بزيادة وكذا علشان الناس يقولون عنها يا سلام حلوة وجميلة وكذا فنظرة القبول هذه اللي تشوف عند الناس بالنسبة لها تغذيها روحيا فالموضوع يحتاجه تعافي صراحة وإلا إنسان قد يرهق جدا في حياته لأنه الآن هو قاعد يستمد قيمته وإحساسه بالقبول من الآخرين من العالم كله فهذا مش مرهق جدا فاللي بيحصل في حيانا مثلا لما أحد يجيك يقول لك مثلا أحبك من هذول الناس الفئة هذه إذا حد جاء قلهم أحبك إيش يزر عندهم خلاص فرحة كبيرة إنه إيش أحد قبلني وحبني هم يقولونها حب بس هم مش حب صراحة غالبا ما يكون حب أصلا يعني هي غير اللي يبننها إحساس بالقبول فلازم يكون إنسان منتبه إنه يتعافى لو كان هو يحده هذا إحساس ومش مهم للإنسان يعني يحبك حتى لو يحبك لكن مش متوافق معاك وما ينفع يكون زوج وما ينفع يكون أب لعيالك أو أم لعيالك ما ينفع إذا ما رح تعيش معاه السكينة والمودة والرحمة ما ينفع حتى لو يقول لك بجيونه أحبك شيف الفايدة منها